والله لا أستظل بسقف حتى آخذ بثأر وثأر الإسلام بهذا القسم الغليظ والكلمات الغاضبة خاطب نور الدين الزنكي جنوده المنسحبين بعد الهزيمة المباغتة والمقتلة العظيمة التي أوقعها الفرنجة بجيش الدولة الزنكية في معركة البقيعة قرب حمص سنة 558 للهجرة استوعب نور الدين الزنكي الهزيمة فباشر بتجهيز قواته استعداداً للمواجهة ثم كمن ينتظر الفرصة المواتية في العام التالي خرج الفرنجة من عسقلان لقتال أسد الدين شيركوه في مصر فاستغل نور الدين فرصة خروجهم وسار نحو حارم وهي بلدة فيها حصن منيع غرب حلب فحاصرها ونصب المجانيق عليها ثم تابع الزحف للقاء الفرنجة الذين كان يقود جيوشهم ست ملوك وأمراء يرأسهم أمير أنطاكيا بوهيموند الثالث بدأت المعركة في الحادي والعشرين من رمضان عام 559 للهجرة الثاني عشر من أغسطس عام 1164 للميلاد بهجوم خيالة الفرنجة على ميمنة جيش المسلمين فتراجعت وكأنها منهزمة وكانت تلك خطة نور الدين الزنكي بأن يلحق فرسان الفرنجة بفلول الميمنة وتنقطع الصلا بينهم وبين المشات من قواتهم فيتمكن المسلمون من الإجهاز على المشات فإذا رجع فرسان الفرنج لم يجد أحدا من المشات الذين كانوا يحمون ظهورهم بهذه الخطة أحاط المسلمون بالفرنجة من كل جانب وألحق بهم هزيمة منكرة وخسائر فادحة قدرت بعشرة آلاف قتيل ومثلهم من الأسرى فكان من بين الأسرى أمير أنطاكيا وأمير طرابلوس وحاكم قليقلة البيزنطية بعد المعركة استعاد نور الدين الزنكي منطقة حارم وحصنها المنيع وشهد الفرنجة بداية انكساراتهم العسكرية في الشرق